السيد ميشيل عون واسمح لنا أن نخاطبك من الآن فصاعدا من دون لقب فخامة الرئيس فالفخامة لا تتناسب وبؤس شعبك واجعه كما لا تتناسب وخراب عاصمتنا أمام أعيننا إن ما شهدناه أمس وما نشهده اليوم غير مسبوق في تاريخ الجمهورية وما بعد الرابع من آب 2020 لا يكون أبدا كما قبله ونحن مقتنعون بأن الظروف المأسوية التي نعيشها جميعا تفرد علينا التخلي عن الشكليات وأن نتحدث معك من دون قفزات وهذا ما سنفعله فالكلام غير المباشر لم يعد يجدي والمواربة لم تعد تنفع لقد أكدت اليوم في بدء جلسة مجلس الوزراء أنك مصمم على السير في التحقيقات لكشف ملابسات ما حصل بأسرع وقت ممكن وأنك تريد محاسبة المسؤولين والمقصرين وإن زال أقصى العقوبات بهم الغريب في الأمر أنك تتحدث عن الموضوع بصيغة الغائب المجهول أفلا تدري أنك المسؤول الأول في البلاد؟ وبما أنك كذلك فأنت تتحمل المسؤولية الأولى عما حصل؟ وألا تدري أن تهمة التقصير تطالك قبل سواك؟ وأن من سقط أمس في بيروت هو نتيجة سقوط مفهوم الدولة في كل لبنان في عهدك؟ لذلك نقول لك يا سيد عون استقل فورا فالكبار الكبار ليس الذين يعرفون كيف يصلون إلى المراكز العليا فحسب بل الذين يعرفون أيضا كيف ينسحبون من الحياة العامة والمسؤولية عندما يخطئون أو يقصرون سيد عون لقد تفائلنا كثيرا عند وصولك إلى سدة الرئاسة لقد اعتقدنا عن خطأ أن حكمك سيكرس حقا مفهوم التغيير والإصلاح وأن عهدك سيكون حتما العهد القوي لكننا نعترف أمام الوطن والناس أننا أخطأنا كثيرا بتفاؤلنا وأننا كنا ساذجين باعتقادنا أنت لم تحقق وبعد انقضاء ثلثي عهدك أمرا واحدا مما وعتبه الدويلة في عهدك صارت أقوى من الدولة بل صارت هي الدولة الزبائنية تحكمت الفساد استشرا والمؤسسات انهارت الليرة اللبنانية أصبحت نكتة على الألسن والناس افتقرت وجاعت وأسوأ من هذا كله ما حصل أمس فالذين لم يموتوا ببطء من الفقر والجوع والقهر ماتوا بسرعة قياسية من الزلزال الهائل الذي ضرب قلب لبنان والأنكى أن مجلس الوزراء اليوم وبرئاستك غسل يديك ويديه من النكبة وقرر في خطوة مسرحية مضحكة مبكية أن يضع في الإقامة الجبرية من أدار التخزين والحراسة في ملف المواد المتفجرة منذ العام 2014 أفلا يعني هذا أنكم تريدون التضحية بصغار المسؤولين لتبقوا في مراكزكم؟ أيها الكبار علما أن الرؤساء وعددا لا بأس به من النواب وعددا من الوزراء هم المسؤولون أما الصغار فمتواطئون ومنفذون سيد عون أن كل المنظومة الفاسدة التي أتت بك إلى الرئاسة لتتقاسم معك المراكز والمنافع قد سقطت منذ فترة وهي استكملت سقوطها بزلزال بيروت ومع ذلك ما زلتم جميعا تتكبرون وتتجبرون وترفضون الاستماع إلى صوت الشعب فيحرام على الشعب اللبناني ويعيب الشوم على هيك رؤسة ووزراء وعلى هيك مسؤولين لمسؤولين